شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بل ومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول عمل يعتبر من أفضل الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى وهو حل العقد الاجتماعية وجود العقد الاجتماعية ظاهرة تقتضيها طبيعة الحياة والحضارة المادية زادت هذه العقد حدة وشدة ولذلك تلاحظون أن الفرد كلما كان أقرب إلى الحضارة المادية ويعيش أجواء الحضارة المادية في فكره وسلوكه تكون العقد في حياته أكثر وكلما كان أبعد عن الحضارة المادية تكون هذه العقد في حياته أقل وهذا الآمر ينطبق أيضا على المجتمعات هذه القضية الآن لا نريد أن نتوقف عندها ولكن الذي يهمنا في هذا الحديث أن وجود العقد في المجتمع هذا يمثل منفذ من منافذ الشيطان إلى المجتمع الشيطان عدونا وهذا عدو قديم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إش وقت قلب الشيطان يبرد إذا ساق الفرد إلى جهنم هناك قلب الشيطان يبرد في الآية الكريمة إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الشيطان كيف ينفذ في المجتمع؟ الشيطان له طرق للنفوذ إلى المجتمع إحدى أهم هذه الطرق العقد الاجتماعية فمن الضروري في الواقع على كل واحد منا أن يحاول حل هذه العقد أنا أمثل لكم مثال كيف أن العقدة تمثل منفذ من منافذ الشيطان؟ يحدث هناك خلاف في العائلة حدوث الخلاف آمر طبيعي يحدث هناك خلاف بين الرجل وزوجته ربما يكون حدوث الخلاف بين الرجل وزوجته أحيانا أمرا طبيعيا لأن المنظومات الفكرية تختلئ التوقعات متباينة متعددة فيحدث خلاف الظاهرة المؤلمة أن الأكثر أو الكثير يقفون متفرجين نحن معلنا كل واحد يفكر في خطه وفي طريقه وهذه العقدة وهذا الخلاف يبقى ويشتاء الشيطان ينفذ من هذه العقدة ويجر الطرفين المتخالفين بل يجر أطراف كثيرة إلى النار والعياذ بالله أو إلى معصية الجبار والعياذ بالله إذا حقيقة الأفراد كانت لهم همة كانت لهم شهامة هذه القضية تحتاج إلى شهامة أنه واحد يخلي ماء وجهه في القضية يدخل ما هي حقيقة هذا الخلاف شنو طبيعة هذا الخلاف يتكلم كلمة مع الرجل يتكلم كلمة مع المرأة يوفق فيما بينهما وتنتهي هذه المعضلة القائمة أما إذا الكل بقوا متفرجين كل واحد يقول أنا شعلي هذه العقدة تبقى وتبقى 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 وتستفحل العم حفظه الله كان ينقل أنه حدث هناك خلاف بين رجلين في إحدى المناطق على أرض أرض خلاف بينهم أن ملكية هذه الأرض تعود لهذا أو لهذا أهل الخير إذا كانوا يتدخلون من البداية في كثير من الأحيان القضية تنتهي تنتهي بحلول وسطة تنتهي بمخرج من المخارج ولكن عندما الكل يقف متفرج وكل يفكر في ذاته القضية تبقى وتبقى وتنتقل إلى المحاكم هذا الخلاف بين هذين الرجلين انتقل إلى المحاكم وإذا خلاف دخل إلى المحاكم الوضعية القانونية المحاكم الوضعية القانونية تعقد الخلافات تديم الخلافات في كثير من الأحيان وعندما أكو خلاف الأطراف المتخالفة واحد كان يقول كلمة لطيفة من يخاصم لا يتق الله هذا في كثير من الأحيان إذا واحد دخل في النزاع الاجتماعي حفظ التقوى يكون جدا قليل الفرد تكون له حالة سبعية حالة هجومية كم غيبة تحدث كم تهمة تحدث كم قطيعة رحم تحدث هذا الخلاف بين هذين الرجلين على حطام الدنيا امتد لمدة حوالي خمستعش عام الخلاف اللي كان من الممكن في الأيام الأولى في كثير من الحالات أن ينتهي خمستعش عام تقريبا امتاد وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة بعد هذه المدة الحاكم حكم بنفع أحد الطرفين وبضرر الآخر عندما سمع الذي صدر الحكم ضده بالحكم وقع مشلولا في مكانه بمجرد النطق بالحكم وقع مشلولا في مكانه جاء الذين حوله وحملوه إلى البيت وقضى في البيت نحبه مات هذه عقد الأفراد المؤمنون ينبغي أن يحلوا هذه العقد نمثل بنموذج آخر للعقد الاجتماعية امرأة لا زوجة لها رجل لا زوجة لها الآن قضية الزواج تحولت إلى عقدة عجيب الوالد رحمه الله كان يقول احنا في أدعيتنا لم نجد أو جدا قليل لعله مورد واحد أكو في الأدعية كم من الحوائج نطلب من الله؟ كثير ولكن شايفين في الأدعية الدعاء اللهم زوج كل عذاب أكو بالأدعية؟ ما أكو أو جدا قليل أكو لأن ما كانت مشكلة في ذاك الوقت أما الآن هذه القضية تحولت إلى عقدة اجتماعية مستعصية البنات يبقون في البيوت والأولاد يبقون من يحلوا هذه المشكلة؟ إذا شفتوا ولد ما مززوج بنت ما مززوجة توسطوا في القضية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مع مشاغله النبي أعظم أنبياء الله قائد دولة تدرون قائد دولة يعني شنو؟ إذا واحد فيكم مدير شركة يعرف ما معنى الإدارة النبي صلى الله عليه وآله قائد دولة النبي صلى الله عليه وآله كوّن أمّة هي خير أمة أخرجت للناس مع ذلك لاحظوا التاريخ أكو هناك كلمة حول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كلمة عجيبة تقول هذه الكلمة في التاريخ أن النبي الأعظم ما أتاه أحد في حاجة النكر كما يقول العلماء في سياق النفي تدل على العموم ما أتاه أحد في حاجة إلا ومشى معه في حاجته حتى ولو كان أمتا المرأة كانت محتقرة عند العرب الجاهليين فكيف إذا كانت أمة حتى إذا أمة تأتي الإسلام كرم المرأة أعلى شأنها ومقامها حتى إذا أمة كانت تأتي إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حاجة النبي كان يقوم في حاجتها ويحاول أن يقضي حاجتها عندما تدخلون لحل عقدة اجتماعية واحد أحيانا ينجح أحيانا يفشل يعني ماكو ضمان ولكن هذه هي الوظيفة الأخلاقية واحد يحاول الأشعار التي قيلت في الإمام زين العابدين صلوات الله عليه الخطباء الكرام يقرؤونها فوق المنابر ما قال لا قط لا الإمام زين العابدين ما كان يقول أي واحد طلب منكم حاجة قلوا نعم ما قال لا قط إلا في تشهده لو لتشهد كانت لاؤه نعم إمرأة جاءت إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقال لها بريره 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 كانت أمه وكانوا قد زوجوها لعبد يقال له مغيث هذه القضية مذكورة في الوسائل في المستدرك في كتب علم الأصول هذه الرواية وردت في مباحث الأمر في الكفاية موجودة امرأة اشترت بريره واعتقتها احنا عدنا بحث فقهي أن الأمه اللي زوجها عبد إذا اشتريت واعتقت فهي بالخيار تتمكن أن تبقي نكاحها وتتمكن أن تفسخ نكاحها تتمكن أن تقول أبطلت هذا النكاح بعد ما بريره اعتقت اختارت فسخ نكاحها من مغيث مغيثم كان يحبه النبي صلى الله عليه وآله توسط في هذه القضية مغيث كان يبكي الراوي يقول رأيته يمشي خلف بريره ودموعه تجري على لحيته كان يحبه يبدو النبي صلى الله عليه وآله توسط في القضية فقال لها يا بريره إنه أبو ولدك عندش أولاد من هذا وأظن هذه العبارة أيضا موجودة في الروايات وله عليك من هذا الرجل زوجك له حق عليك ألا ترجعين إليه فقالت بريره أتأمرني يا نبي الله قذ أمر للا إذا أمر أنا أنا إذا قرار أنا أنا فقال النبي صلى الله عليه وآله لا وإنما أنا شافع أو إنما أنا شفيع يعني أنا وسيط في القضية قالت إذا إنت وسيط مؤامر إذن لا أعود إليه إن بتدخل في القضية الآن ما هي النتيجة ذاك بيد الله سبحانه ولم تعد بريره إلى مغير جاء رجل هذا في التاريخ إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيام رجب تتعلق بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله جاء وطلب منه مالا النبي ما كان عنده ولكن النبي ما كان يقول لا فوعده النبي صلى الله عليه وآله قال إذا بعدين توفر عندنا المال أعطيك أمله وعده فكان رجل في بالي أنه الثاني قال للنبي صلى الله عليه وآله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه أنت خلو ما عندك ليش تعد في بالي فبان الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وآله أكو بعض الأفراد مناعين للخير والمعروف فبان الغضب كما في بالي على وجه النبي صلى الله عليه وآله ثم رجل قال للنبي صلى الله عليه وآله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا أنفق لا تخاف الله يطيه فبان السرور في وجه النبي صلى الله عليه وآله حتى إذا ما كان عندك كان يعد يقول بعدين تعال الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه في يوم قائض حر جاء إلى البيت وإذا امرأة واقف عند الباب فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إن زوجي ظلمني وهددني بأن يضربني الإمام جاي إلى البيت قاعدة متعب منهك فقال يا أمت الله حتى يبرد النهار عصر يعني فقالت المرأة إذن يشتد غضبه عليه هو الرجل ثائر يغضب أكثر قال الإمام ما يخال فمشى معها إلى بيت زوجها طرق الباب فتح الرجل الباب طرق الباب فتح الرجل الباب قال يا هذا إنك أخفتها وأخرجتها من بيتها بالظهر واحد يطلع مرت خارج البيئة فاتق الله يا هذا فقال وما أنت وذاك والله لأحرقنها لكلامك لأن أنت دخلت في القضية أنا أحرق زوجتي الغضب شعب من الجنون حقيقة فقال أمير المؤمنين آمرك بالمعروف وتستقبلني بالمنكر مر الأفراد السلام عليك يا أمير المؤمنين عرف هذا أمير المؤمنين فاعتذر إلى الإمام وطلب العفو من الإمام وقال والله لأكونن لها أرضا تطأني يعني تسحقني بأقدامها زوجتي فقال الإمام للمرأة يا أمت الله أدخلي بيتك ولا تلجئ زوجك لمثل هذا لا تسوين فتش اللي زوجك يغلب عليك الإمام نصح الزوج ونصح الزوج وحلت القضية أما إذا الإمام ما كان يدخل ربما المرأة كانت تروح بيت أهلها وتحدث مشكلة تبقى عشرين عام الآن أكو مشكلة من هذا القبيل لعل عمرها عشرين عام موجودة وآثارها إلى الآن موجودة خلاف بين الرجل وإمرأة جر عائلتين إلى خلاف عنيف ونختم لكم الكلام بهذه القضية أحد العلماء نقل لأن أباه أو جده كان عالم مشتهد مرجع تقليل وكانت عليه ديون كبيرة يقول في يوم الأيام جاءته ثروة ضخمة ليرات ذهبية ذاك الوقت يقول يقول نحن أولاده فرحنا لأنه قروضنا تؤدى وشوية وضعنا يتعدل وضع البيت الظهر عندما أبونا أو جدنا ينقل القضية عن أبوه أو عن جده يقول كلها أنفقتها للمحتاجين كله قلنا له يا أبانا أو يا جدنا أنت أيضا من المحتاجين لأن أنت معليق قروب قال أكو فرق بيني وبين بقية المحتاجين أنا عندي ما يوجه في المجتمع أتمكن أدائن من هذا ومن هذا اعتمادا على اعتباري الاجتماعي أما ذول الفقراء المساكين ما عندهم اعتبار اجتماعي ما كواحد يقرضهم فآثرتهم على نفسي في الآية الكريمة الله تعالى يقول وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ في الكافي الإمام الصادق صلوات الله عليه أكو هناك رواية يقول أَيْنَفَّاعًا مُبَارَكًا يعني نَفَّاعًا الناس وَآلِهَ الطَّاهِرِينَ شَعَّتْ شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتْ فَأَنَارَتْ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أَسْنِجْ بِنُورِ الْعِلْمِ عَقْلًا نَيْرًا وَأَفْتَحْ وَأَفْتَحْ مِنَ الأَلْبَابِ كُلَّ جِهَاتِ وَأَفْتَحْمَاتِ بَيْنَ الظَّلَامِ وَبَيْنَ نُورٍ مُشْرِقٍ هَدْيٌّ يُنِيرُ الدَّرْبَ بِالْوَمَضَاتِ